نجحت محافظة سهاج في توفير وتوزيع 100 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث تم توفير 25 طن لحوم ودواج طازقة بالإضافة إلى توفير وجبات ساخنة من خلال مطابخ رمضان وإفطار الصائمين بالتنسيق مع مؤسسة المجتمع المدني وهذا وقد شهدت القرى حياة كريمة بسهاج تنفيذ 500 وصلة مياه نظيفة بالإضافة إلى المساهمة في تنفيذ 100 مشروع تمتين اقتصادي مع تقديم المساعدات المالية وتنفيذ أربع قوافلة طبية لال شهر رمضان المعظم قامت مدير التضامر الاجتماعي بالعديد من التدخلات خلال هذا الشهر الفضيل منها تم توزيع ونجحنا في توزيع 100 ألف كرتونة مواد غذائية من خلال الجامعات والمؤسسات كذلك وزعنا 25 طن لحوم بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والتموين بالإضافة لـ 85 ألف كسوة للأطفال وأسر الأكثر احتياجا عملنا كمان تنفيذ 500 وصلة مياه للأسر المستهدفة بالإضافة لـ 220 ألف وجبة خلال مطابق رمضان المنتشرة على ربوع المحافظة والمشهود لنا احنا بإقامتها كل شهر رمضان بالإضافة لأربع قوافل طبية ومئة محافظة تمكين اقتصاد بواقع 10 ألف جنيه للمشروع كذلك نفزنا توزيع 15 ألف كيلو حبوب لعدد 300 مستفيد اشتركوا في القناة